شكراً سيد الرئيس سيد الرئيس والسيدات والسادة النواب المحترمون تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك المحمد السادس اللاينسرو تسعى بلادنا إلى بلوغ أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية حيث تم رفع الطموحات المسطرة مبدئياً في مجال طاقات المتجددة من أجل تجاوز الهدف الحالي المسطرة جل 52% من المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدرة الكهربائية المشافة أفق 2030 وفي إطار تسريع التحول ببلادنا تتركز الاستراتيجية الطاقية بالإضافة إلى الطاقات المتجددة وتنزيل تعزيز مجموعة من الأوراش والإصلاحات لتتهم النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات الحيوية بغية تتحقيق الاقتصاد في السهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20% في أفق 2030 ومن أجل تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها المغرب بشكل دائم ومستمر فإن نعازمون على تسريع وثيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة وبدل المزيد من الجهود لتنزيلها وفق التوجيهات الملكية السامية بدأنا العمل على تعزيز تعاون جهوي كركيزة مهمة من أجل جلب الإمدادات وجلب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات لتحقيق الأمن الطاقي كما أعطى جلالته تعليماته للسامية قصدة الترسيخ مثالية الإدارة العمومية في مجال نجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة ضرورة اعتماد برنامج مندمج يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات إنتاج طاقة المتجددة قصدة تمكينها من استقلالية واقتصاد في الطاقة وعلى غرار حضيرة الطاقة الرياحية في مدينة الداخلة وصولا إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل تحويل طاقي للنفايات هي الكتلة الحيوية بالمدن الكبرى إضافة إلى استثمار في المجالات البحرية سواء تعلق الأمر بتحلية الماء البحر أو بالطاقات المتجددة عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية وطاقة الطيارات البحرية فبما يخص سؤال عن الانتقال الطاقي هو في صلب اهتمامات النموذج التنبوي الجديد فهي تندرج الرهانات المتعلقة بالانتقال الطاقي ضمن المحور استراتيجي الأول للنموذج التنموي الجديد المتعلق بتطوير الاقتصاد حيث يسعى هذا النموذج إلى جعل العرض الطاقي المغربي أحد أهم محددات جاذبته الاقتصادية وذلك من خلال توفير طاقة متتميز بالتنافسية التي يتم إنتاجها أساسا من المصادر المتجددة ومن شأن الانتقال السريع أن يجعل من المملكة بلدا مرجعيا فيما يخص طرق الإنتاج الخالي من الكربون والناقص من الكربون والمتسيم بالمسؤولية والتنمية المستدامة الأمر الذي من شأن يوسع من إمكانية ولوج العرض التصديري للمغرب إلى الأسواق الواعدة وأن يستقطب استثمارات خارجية هامة في قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة المجالات الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية بالإضافة إلى التدبير الأمثل للمخزون الاحتياطي للطاقة وتنويع المزيج الطاقي ففيما يخص أهداف الستراتيجية الطاقية الوطنية ففي ظل إكرهات والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في المغرب خاصة فيما يتعلق بالاستجابة للطالب المتزايد فالستراتيجية الطاقية الوطنية منذ سنة 2009 والتي ترتكز بالأساس على ضمان الاستقلال الطاقية للبلاد وتقليص نسبة التبعية الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي وكذا الإسهام في تقليص نبعات الغازة الدفيئة المسببة الاحتباس الحراري فهذا سوف أتهدف هذه الاستراتيجية إلى تأمين الامددادات الطاقية أولا وإلى التحكم في الطلب والمحافظة على البيئة وتعميم الولوج إلى هذه الامدادات وتشجيع التنقيب على الهادروكربونات وتجد الإشارة إلى أن حصيلة الإنجازات الطاقية لم تصل بعد كلها إلى المستوى تطلعات بلادنا وتتطلب المزيد من الجهود والعمل الجماعي لتفعيلها وتنزيلها وكما قام المغرب في إطار مساهمته المحددة وطنيا برفع طموحه المعلن عليه سابقا للتخفيف من نبعاتات الغازات الدفيئة والمحددة في نسبة 45.5% بحلول سنة 2030 وذلك من أجل الوفاء بالتزامات بلادنا بموجة اتفاق باريس المتعلقة بالتغيرات المناخية ففي أهم المؤشرات الطاقية عندنا تسجيل إقاع تنازلي لفاتورة الطاقية خلال سنة 2020 بنسبة انخفاض يبلغ تقريبا 34% بفضل السياسة الاستباقية والرؤية المتتبصرة لجلالة المالك محمد السادس الله ينصره ولكن هو من يعزى انخفاض الفاتورة الطاقية خلال سنة 2020 بشكل أساسي إلى تراجع في قيمات واردات المواد الطاقية خصوصا الغزوال والفيول والذي يمكن تفسيره بشيئين انخفاض في متوسط السعر في الاستيراد بالنسبة 33% وبالموازات أيضا مع انخفاض الكميات المستوردة لهذا المورد الطاقي في دل السياق تسمى بتطور الأزمة الصحية كوفيد-19 وتداعيات التي تربطت عنها على مستوى القطاعات الاقتصادية بشكل عام نعطيكم بعض الأرقام النفط الخام في 2017 كان وصل إلى 55 دولار هبطت إلى 42 دولار في 2020 وفي 2021 سيصل إلى واحد المعدل لكثير من هذه المستوية في الغاز الطبيعي ناخد الغاز الطبيعي في أوروبا السير في 2017 كان 5.7 دولار هبطت في 2020 3.9 دولار وهذا العام في 2021 سيكون 14 دولار في المعدل نتكلم عن تقليص تبعية طاقية للخارج وضمان الأمن الطاقي فتنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية كان هناك تقليص معدل التبعية الطاقية الذي كان وصل إلى 2017 تقريباً 94% وهبط في 2020 تقريباً 90% أي انخفاض تقريباً 3.3 نقطة وإنجاز مهم بالنسبة للقتصاد الوطني وتنرجع لنفس المشكلة للأسعار والكميات في هذا العامين نقطة حول الحصيلة والأفاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية سنبدأ بالقطاع الطاقات المتجددة يتم حالياً استغلال 50 مشروع من الطاقات المتجددة هي 3950 ميجاوات تقريباً تمثل 37% من القدرة الكهربائية والمساهمة لهذه الطاقات المتجددة 20% في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية خصوصاً ضمن جائحات الكورونا وعنا حالياً 61 مشروع قيد التطوير والإنجاز واحد القدرة إجمالية تقريباً 4037 ميجاوات يناهز 52 مليار درهم من المتوقع أن هذه المشروعات ستوصل حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى ما يقدر يفوق 52% قبل سنة 2025 ولكن الجديد بالذكر هو الاستراتيجية الطاقية التي انطلقت منذ 2009 هي حققت العديد من المكاسب ورغم أن كل مجهودات المبدولة تبقى دون مستوى الطموحات وتطلعات بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصحب الجلال الملك محمد السادس حفظه الله وحيث تمت بلورة مجموعة من المباردات والبرامج الجديدة بغية تسريع هذه الوثيرة الانتقال الطاقي ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة ونحص بالذكر بعض الأمثلة عندنا البرامج يهوم القدرة الإجمالية 400 ميجاوات لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية على السعيد الوطني يهدف دمع دوع المقاولات الصغرى والمتوسطة وعيداد خارجة الطريقة الوطنية للطاقة الهايدروجينية وعيداد خارجة الطريقة الوطنية لتثمين طاقي للكتلة الحيوية وتزويد محطات استحلية المياه البحار باللجوء إلى الطاقات المتجددة وخاصة الريحية والشمسية على سبيل المثال فإن أول مشروع دوع العلاقة يوجد وقيد التطوير بمنطقة الداخلة والذي سيستعمل الطاقة الريحية وإضافة إلى تطوير البرنامج الوطني لإزارة الكربون في القطاع الصناعي من خلال تزويد المناطق الصناعية بالمملكة بمشاريع الطاقات المتجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 800 ميجاوات وعن قطاع النجاعة الطاقية وفي إطار توجيهات الملكة السامية الرامية إلى تكثيف وتشجيع قوة تحول الإدارة العمومية إلى نموذج يحتذا به عملت الوزارة على بلورة برنامج متكامل لتحسين النجاعة الطاقية في الإدارة العمومية من خلال اللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة ومن أجل تشجيع تقنيات النجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي اتخذت الوزارة عدة إجراءات لاستعمال أنظمة الطاقة الشمسية لدخ الماء حيث تم وضع خوالي 40 ألف نظاماً لدخ الماء بالطاقة الشمسية وإعداد مشروع اتفاقية الشراكة بين الوزارة والوزارات المعنية في هذا الشأن وكما تم إنجاز دراسة لتحديد الأداة الطاقية الأدنى والعنوان الطاقية لبعض الأجهزة المستعملة في القطاع الفلاحي وبالإضافة لتعزيز عمل التكوين والتحسيس وهذه المجهودات أعطتنا لحرزة جائزة Energy Globe National Award 2021 عرفاناً لمجهودات الوزارة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية الرامية إلى النهود باعتماد نظم الضخ الفوت الضوئية للرأي في القطاع للري في القطاع الفلاحي وبهدف تقليص لاستهلاك الطاقية للمقاولات الصناعية وإزالة الكربون في هذا القطاع يتم تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي حيث تم توصل إلى 32 طلب لاعتماد للهيئات الافتحاص الطاقي وتم ملح 20 منها من هذه الطلبات مع نشر كتيبات تتعلق بالتحسيس في هذا المجال كما تم التأهيل الطاقي لفائدة 1500 مسجد وبرمجة تأهيل 1300 مسجد إضافة إلى تنظيم عدة حملات التكوين وتحسيس بتكنولوجيا النجاعة الطاقية مستعملة لفائدة الآئمة والمرشدين كما تعمل الوزارة مع القطاعات المعنية لإدخال تقنيات النجاعة الطاقية لتطوير التنقل المستدام حيث تم تشغيل حوالي 60 محطة لشحن السيارات الكهربائية وسيتم إنشاء 100 محطة في أفق 2022 وكذا إنجاز دراسة جدوى لتطوير التنقل المستدام واستعمال وسائل النقل الكهربائية مع الشراكاء المعنيين خاصة الكونفيدرية العامة لمقاولة المغرب ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة أما بالنسبة للإنارة العمومية تنشغل ببلورة الوزارة بتعاون مع وزارة الداخلية برنامج لتطوير النجاعة الطاقية في الإنارة العمومية والذي سيمكن من تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة حوالي 40% على الأقل في أفق 2030 وبخصوص المقاربة الجهوية وتطبيقاً للمتاق الجماعي تمت بلورة مشاريع اتفاقيات الشراكة بين الوزارة ومجالس الجهات التي تروم إلى تقوية النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في الجهات من أجل تفعيل برامج النجاعة الطاقية وهكذا تمت المصادقة على خمسة اتفاقيات في أفق المصادقة على اتفاقية أخرى وفعلاً بدأ تنزيل الاتفاقية الخاصة بجهة الرباط وسلوق نترا سيتم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لنجاعة الطاقية التي تهدف إلى تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20% في أفوق 2030 حسب القطاعات التالية عندنا أولاً قطاع النقل 24% وقطاع الصناعة 22% قطاع البنايات 17% وفلاحها والإنارة العمومية 13% وترتكز هذه الاستراتيجية حول عدة محاور منها احترام المشاريع الاستثمارية جديدة لمبادئ نجاعة الطاقية وإدماج إلزامية احترام النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة وجعل نجاعة الطاقية في الصور باهتمامات المهانيين والمواطنين وتقوية القدرات المالية والمؤسساتية وتقييم برامج الناجعة الطاقية وقد تم وضع نظام لتتبع وتقييم برامج النجاعة الطاقية المنجزة في القطاعات المستهلكة للطاقة وكذا تطور نسبة الاقتصاد في الطاقة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتتبع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنجاعة الطاقية ولتنزيل الاستراتيجية الوطنية لنجاعة الطاقية تم إحداث لجنة لجنة القيادة ولجنة تقنية قطاعية تضم بالإضافة إلى قطاعات الوزارية المعنية ممثلين عن الجهات والقطاع الخاص والجمعيات والفيدراليات المهنية ومؤسسات وهيئات تمويل الوطنية وحولها دعا من الاستثمارات عبر التحفيزات التمويل والإعفاءات الجبائية في قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية تم رصد مبلغ 150 مليون يورو من قبل مورسيف وبرنامجه الملاحق مورسيف بلوس مما مكن من تمويل أكثر من 270 مشروع وقام في إطار تعاون دولي ووضع برنامج سلسلة القيمة الخضراء سنة 2019 بقيمة 90 مليون يورو وكما تم الإعفاء الكل من الضريبة على القيمة المضافة عند السيراد وفي السوق الوطنية بالنسبة للمضخات المائية التي تعملوا بالطاقات الشمسية في القطاع الفلاحي وكذا إعفاء السيارات الكهربائية والجينة من الضريبة السنوية على السيارات وعن حصيلة التنقيب على النفط البترول والغاز ببلادنا فساهمت الاستراتيجية الطاقية الوطنية المعتمدة من طرف المملكة في ترويج وتشجيع التنقيب ببلادنا بما جلب عدة شركات عالمية تشتغل حاليا على مساحة إجمالية تبلغ حوالي مئتين وثلاثة وثمانين ألف وستمائة كيلومتر مربع مغطات برخص مختلفة منها تسعاد الرخص من استغلال وثلاثة وخمسين رخصة بحت منها ستعشرين بالمجال البحري وثلاثة رخص شكشافية وخلال الفترة المتدمة بين ألف وآلفين وعشرين تم إنجاز عدة أشغال في مختلف الأحواض الرسوبية المغربية في ذلك الدراسات الجيولوجية وجيوفيزيائية بغلاف ستماري بلغت قريبا 27 مليار درهم وتزلخص أهم الانجازات بما فيها اكتشاف الغسط طبيعي بكمية متواضعة بعدة آبار بمنطقة الغرب البرية وإنتاج الغسط طبيعي بمدينة الصويرة يتوصل بمسقالة لتزويد المجتمع الشريف للفصفات واكتشاف الغاز في منطقة تندرارا وعطيناهم خلال عملية التنقيب المنجزة حيث تم على إترها منح امتياز الاستغلال في سنة 2018 وحفر مجموعة من آبار بالمحيط الأطلسي أضر واحد منها عن وجود نتائج مشجعة لتواجد الغاز بمنطقة طنجة والعرائش البحرية ويعد هذا أول اكتشاف من نوعه بالمنطقة التي تعد امتدادا لنفس الطبقة الرسوبية المستكشفة بحوض الغرب في اليابيثة وصل إنتاج وطني من الغاز الطبيعي في 2020 إلى تقريبا 98 مليون متر مكعب والمتوقع أن يصل 110 مليون متر مكعب في 2021 وتعتبر هذه الكمية ضعيفة مقارنة بالاستهلاك الوطني الذي يفوق اليوم 1 مليار متر مكعب وبالرغم من المجهودات المبدولة تبقى الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة بما فيه الكفاية حيث أن المعدل كتافة مدعدل كتافة الأبار في كل 10.000 كم مربع لا يفوق أربعة أربار بالمقارنة مع المعدل على السعيد العالمي الذي يناهز ألف بئر في كل 10.000 كم مربع وحول الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي نبدأ بالطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية فلتفعيل هذه البرامج والمشاريع الطاقية يولي بلدنا الأهمية اللازمة لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ففي هذا الإطار ستناقش الوزارة مع اللجنة مشروع القانون رقم 4019 المغير والمتمم لقانون رقم 13 سفر سعود المتعلق بالطاقات المتجددة والذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومات حول فرص الاستثمار وتعزيز إنتاج اللام مركز والاندماج الصناعي وتقوية القدرات الوطنية كما تم إعداد مشروع قرار محدد لمناطق التطوير المنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الشمسية التي تم إرساله إلى كل الفاعلين المعنيين وفيما يخص النجاعة الطاقية فتم إصدار المرسوم متعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني والمحدد للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني في نوفمبر 2014 وإصدار وتفعيل المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي وهيئات الافتحاص الطاقي ونحن توصلنا ب32 طلب للاعتماد وعطينا ومنحنا 20 من هذه الطلبات للاعتمادات وتم إصدار المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتهجيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغسط طبيعي والمنتجات البترولية أو الفصول أخرى من الطاقة في تاريخ 5 أبريل 2021 وسيتم إصدار على المدى القريب مشروع مرسوم المتعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية التي تمت المصدقة عليه من طرف المجلس الحكومي في نوفمبر 2019 وسيتم إصدار مشروع المرسوم متعلق بتحديد قائمة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الملزمة بترشيد استهلاكها للطاقة التي تمت إحالته للقطاعات الوزارية المعنية وسيتم إصدار مشروع المرسوم المتعلق بدراسة التأثير الطاقي وقرار الموافقة الطاقية التي تمت إحالته إلى قطاعات الوزارية وحول نقطة على بحث التطوير والبتكار في التكوين فتركيز على مواضيع أداة الأولوية للمنظومة الطاقية الوطنية وفيما يخص المجال التكوين تم تشغيل معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاحة الطاقية بوجدة والشروع في استغلال معهدين في الطنجة وورزازات إضافة إلى حدات مسالك جديدة في الهندسة الطاقية تهم الطاقات المتجددة والنجاحة الطاقية وتم تكوين العديد من المهندسين في الطاقة المتجددة وتم إطلاق دراسة بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالصناعة بهدف تطوير منظومة صناعية محلية في مجال الطاقات المتجددة وتخصيص غلاف مالي قدره 800 مليون درهم لمنصات البحث وتطوير وطلبات العروض للبحث والابتكار ومواكبة شركات الصغرى الصاعدة في مجال الطاقة المتجددة والنجاحة الطاقية أما فيما يخص تحسيص وتقوية الخدرات فقد تم إحداث مركز تكوين وامتياز في مجال النجاحة الطاقية في مدينة مراكوش مصنف من الدرجة الثانية من طرف منظمة اليونسكو وإطلاق القافلة الجهوية للطاقة الشمسية لتعزيز الروابط بين الفاعلين العموميين والخواص محلين ووطنيين لتطوير استعمالات الطاقة الشمسية وخاصة في المجال الفلاحي وفيما يخص آخر نقطة على الاندماج الصناعي وفي إطار هذا الاندماج الصناعي تم إحداث وحدة لصناعة شفرات التوربينات الريحية بطنجة باستثمار بلغ مليار درهم وهذا توفر أزيد من 750 منصب عمل مباشر وحيث ستمكن هذه الوحدة من تزويد أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بمعدات الطاقة الرحية وكما تم إنشاء ثلاث شركات متخصصة في تجميع الألواح الشمسية الفوتوضوئية بكل من الصخيرات بقدرة 30 ميجاوات يمكن رفعها لتسلة إلى قدرة 50 ميجاوات والحسيمة بقدرة تناهز مئتين وخمسين ميجاوات والضل بيداء بقدرة 15 ميجاوات وإن شاء الله سوف نكون ساهرين على التطوير السريع لهذا الانتقال الطاقي وهذا الاندماج الصناعي وبهذا سوف نخلي الخلاصة في حصان التعقيب وشكرا ترجمة نانسي قنقر